طب هذا القانون القوي منقول أقوى قوانين العالم في حماية المستهلك وديش هادة الاتحاد الأوروبي ولا ليه وجود لو ما تطبقش فعلي ولو المستهلك معرفش حقوقه فيه ايه هي وطالب بيها القانون بتاعنا ايه احنا في مصر؟ طبعا أقوى قوانين حماية المستهلك؟ اه طبعا وانا بكلم من خبير حماية المستهلك بيقوله هذا الكلام طبعا يا فندم من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم مش هاد الاتحاد الأوروبي بل بالعكس احنا ببعض النقاط وببعض المواد فيه سبقنا الاتحاد الأوروبي فيما يخص التجارة الإلكترونية أو التجارة عن بعد زي ما بنسمي في القانون احنا بنتكلم عن التجارة عن بعد بنقول تنظيم أفضل ما يكون يعني ايه احنا بنتكلم في سنة 2018 قبل جائحة كورونا قبل التطور الرهيب في التجارة الإلكترونية اللي بيحصل حاليا في مصر أو في الوطن العربي فاحنا كان عندنا رؤية الحكومة عندها رؤية وسابقين وشايفين الاتجاه رايح لفين وحطينا تنظيم أكثر من رائع في هذا المجال طيب وتنظيم أكثر من رائع في هذا المجال حضرتك في الفترة اللي توليت فيها المسئولية ممكن تديني مثالين تلاتة لمواقف حصلت معاك وكان في الآخر اتحلت إزاي خلينا نتكلم في نفس المجال اللي بنتكلم فيه لما نتكلم عن التجارة الإلكترونية بنقول ببساطة احنا منهجية كانت في كل القواعد أو في كل الموضوعات الكبرى واحدة أول حاجة بعمل أورنس قوي جداً لحق المستهلك في المادة دي أو في الموضوع ده المستهلك يعرف حقه وابضل يعني بطلع أورنس كتير وبيطلع في الميديا وبنيطلع في كل مكان عشان المستهلك يعرف حقه طيب الناحية الثانية المورد أو التاجر أو المصنع بعرفه لتزامه اعرف أنت ملتزم قانون هنا لو أنت معملتش حتتعاقب لو منفستش حتتعاقب وبدلهم فترة لمنول مرحلة انتقالية صغيرة منتكلم في 10 ايام في 15 يوم في اسبوع عشان يبتدي يطبق زي ما عملنا حملة ما فيش حاجة اسمها انبوكس ولازم تحط السعر على المعلن واعدنا مع الغرف التجارية ومع اتحاد الصناعات ومع الناس اللي بتعلن ويمكن نلتزموا الفترة وبعد كده اللي ما لتزمش عملنا فيه ايه نزلنا لنيابة فوراً وخدنا أحكام خدت صدرة أحكام ضده في المحاكاكة الاقتصادية ان هو القانون بيقول السعر معلن طبعاً يعني ايه تعالي على الخاص ده كلام مش موجود في اي حد تا في العالم ليه يعني هو مش بيقول سر حربي ده هو بيبيع منتج مش عايز تبيع ومش عايز تقول سعر وما تبعوش بالزبط لكن احنا ما لقينا كل بيعمل كده انسقنا وراهم والناس فعلا بتشتري بتلاقي حقيقة بيدي لده سعر ولده سعر ولده سعر وممكن يكون السعر الأصلي للمنتج في السوق العادي اللي هو بيتكلف تكلفة أعلى بقى أرخص من السعر اللي هو بيعلق اه بس هو بالإحاء كده هو بالزبط تمام ده ده حاجة دين حاجة كمان اه لا قضية كتيرة جداً ويمكن من التوليناها أثناء فترة برضو توليها الجهاز حماية المستهلك بدون قطع كلامك بدون قطع كلامك الشاشة تحت فيه رقم موجود 012763375 اللي عايز يتواصل وعنده سؤال للدكتور على الهوى حماية المستهلك خبير حماية المستهلك معنا ممكن ناخد اتصال أو اتنين